وفي سياق المتصل أكد الشيخ محمد بن خليفة الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على ما يمثله القطاع العقاري من رافض حيوي لتعزيز الاقتصاد الوطني وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إلى ما وصل إليه القطاع العقاري من مستويات متقدمة من النمو والتطور وذلك بفضل الرعاية والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح معرض سيتي اسكيب البحرين العقاري مشيرا إلى ما يمثله المعرض من أهمية في تعزيز مكانة البحرين التنافسية في المجال العقاري بما يجعلها أحد الوجهات الاستثمارية المهمة في المنطقة موضحا أن معرض سيتي اسكيب في نسخته الثانية حقق نجاحا كبيرا من خلال حجم المشاريع العقارية التي استقطبها هذا العام التي تفوق قيمتها ثمانية مليارات دولار أمريكية التي وصلت إلى أكثر من ثمانية وخمسين مشروعا بمشاركة جهات حكومية وأكبر مطوري القطاع الخاص من داخل وخارج مملكة البحرين بمشاركة نحو أربعين عارضا محليا وإقليمي انطلق معرض سيتي اسكيب البحرين العقاري في مركز البحرين العالمي للمعارض وحظي برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لما يشكله من حدث اقتصادي واستثماري مهم يسهم في تحقيق أهداف المملكة برسم مسارات جديدة للتنمية ورفض القطاع العقاري وإثرائه بكل ما هو جديد وفريد في هذا المجال الحيوي لله الحمد بدعم ومتابعة سيدي سموي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله دايما البحرين تكون سباقة في أبراز المشاريع الموجودة في مركز البحرين ويمكن ستسكيب اليوم يقام للعام الثاني على التوالي وشاهدنا في تنوع في المشاريع المطروحة مشاريع جديدة على واجهات بحرية في عدة أماكن في البحرين وهذه راح يستقطب المستثمرين من داخل البحرين ومن خارج البحرين ويعطي إضافة نوعية أيضاً حق سواء الموجودين داخل البحرين إذا حبوا أنهم يستثمرون أو حتى حق السكن الاجتماعي بجانب ذلك حق المستثمرين من خارج البحرين والزوار أيضاً يمكن أن يطلعون على كل هذه المشاريع الموجودة ودائماً نقول أن القطاع العقاري هو من القطاعات الهامة المساهمة في الناتج المحلي اتشرفنا اليوم بحظوظ صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد حفظه الله ورعاه للمعرض العقاري السنة الثانية على التوالي هذا المعرض يأتي لخدمة القطاع العقاري وهو من ضمن ركاز الخطة الوطنية للقطاع العقاري نرى اليوم عدد المشاركين أكبر عدد المشاريع المعروضة أكثر نرى عدد المشاركين من خارج مملكة البحرين أكثر والله الحمد هذا يعطي طبع طيب على القطاع العقاري بشكل عام في مملكة البحرين نرى عدد الأرقام تخطى 3 مليون مليار دينار عدد المشاريع المعروضة في المعرض اليوم فهذا شيء إيجابي جدا إن شاء الله نرى الصفقات العقارية والتحالفات في المعرض بشكل أكثر وأفضل من العام الماضي معرض سيتسكيب البحرين بهذا التميز الفريد من النواحي الإدارية والفنية والمشاركات الضخمة يؤكد على ما يشهده القطاع من تراكم كبير للنجاحات والنمو المتواصل الذي ينعكس تنوعا تريا لاقتصاد المملكة اليوم نحن في هيئة التخطيط التطوير العمراني عندنا المخططات الوطنية التي هي تقريبا في خطة استراتيجية لعمل المخططات لـ 96 منطقة في البحرين اليوم لله الحمد أنجزنا 82 مخطط من هذه المخططات ولا شك أن هذه المخططات ستساهم وتساعد في تطوير السوق العقاري وتوفر أراضي بجميع التصانيف للسوق العقاري من أجل التطوير في مملكتنا الغارية وأيضا اليوم نستعرض منصة التخطيط واللي فيها لله الحمد الآن بشنة 11 خدمة وإن شاء الله في المستقبل الغريب رح ننتهي من 22 خدمة الأصل في هذه الخدمات وأتمتتها هي سرعة الإنجاز وتسهيل المعاملات للمطاور العقاري دفعة كبيرة يشكلها هذا المعرض لمسارات الاستثمار والقطاع العقاري بشكل عام تسهم في خلق مجالات رحبة لتبادل الخبرات وتنويع الخدمات والمشاريع وفرص الاستثمار ما يشكل قاعدة متنوعة أمام ذائقة زوار هذا المعرض على اختلاف رغباتهم واهتماماتهم العقارية المعرض العقاري الأكبر الذي تستضيفه مملكة البحرين يعكس ما يحظى به القطاع العقاري والاستثماري من رعاية واهتمام وتطور كبير يجسد أسمى معاني النهضة والبناء والازدهار لهذا الوطن العزيز يحيى العمر بمركز الأخبار تلفزيون البحرين